أهلا بحضركم من جديد وفقر الترند الترند عندي كلام مهم جدا ودائما أنتم متعودين مننا في الفقرة دي تحديدا بنخصكم بأبرز الأخبار والكواليس والجديد اللي بتسمعوه لأول مرة من خلال برنامج الترند على شاشة قناة الأهل عندي ملفين ملف كأس السوبر الإفريقي وملف كأس العالم للأندية كأس السوبر الإفريقي الحمد لله مبارح زي دلوقتي بالضبط وقبل ما يكون فيه بيان رسم من نادي الرجاء المغربي وقبل ما يكون فيه قرار رسم معلن من الاتحاد الإفريقي أو حتى نادي الرجاء كان لنا السابق هنا من خلال برنامج الترند وقلنا الموقف الرسم للقاء السوبر رغم أن الكل كان آي لأن المباراة يوم 22 ديسمبر وخلاص الدنيا تمام ما فيش أي مشاكل لكن كان لنا السابق وقلنا معلومة مهمة جدا عاقب الحلقة صدر بيان رسم من نادي الرجاء أكد كل اللي قلنا تعالوا نشوف احنا نبارح قلنا إيه لأنه عنده تعليق مهم جدا على طلب نادي الرجاء وليه كاف رفض فكرة تغيير المعاد والتأكيد على أن السوبر يوم 22 ديسمبر نتابع من مصادرنا في الاتحاد الإفريقي خلال الدقائق الأخيرة أو اللحظات الأخيرة تم اختارنا بفكرة أن نادي الرجاء المغربي عنده اعتراض على فكرة تحديد المعاد خلال هذه الفترة يوم 22 ديسمبر في الدوحة ليه؟ بيقولوا أن المجال الجوي حاليا في المغرب مغلق وهيكون فيه صعوبة في السفر بسبب الإجراءات الاحترازية وبسبب إجراءات كورونا وبسبب التحول الجديد الموجود في فيروس كورونا خلال هذه الفترة وبالتالي هيكون فيه صعوبة أنهم يسفروا عشان يلعبوا لقاء السوبر في الدوحة مع نادي الأهل يوم 22 ديسمبر ده خبر جديد ويمكن خلال ساعات أو خلال لحظات هتلقوا متداول دايما أو متداول من خلال المواقع الرديدة والسوشيال ميديا لأنه ده خطاب رسمة بعد من نادي الرجاء إلى الاتحاد الإفريقي بيطلبوا تأجيل الموعد بسبب غلق المجال الجوي وفي صعوبة في السفر خلال الفترة اللي جاي أهلا بحضراتكم من جديد وزي ما سمعتم بارح معنا دي التفاصيل والكواليس الحصرية الخاصة بطلب نادي الرجاء وعاقب الحلقة مباشرة خرج بيان رسمي وكل وسائل ألم تنقلت هذا الخبر وأكدت كل اللي احنا قلناه في نفس التوقيت زي دلوقت مبارح حوالي الساعة 15 بطلب الرجاء لتأجيل لقاء السوبر طيب عنوين الحلقة هتطلعنا وقلنا الاتحاد الإفريقي يرفض تأجيل لقاء السوبر عند شقين في هذا الموضوع هتكلم أول حاجة بإطار القانون والليحة بتوقع إيه وليه الاتحاد الإفريقي رفض طلب نادي الرجاء وفي نفس الوقت هكشف عن الأسباب الحقيقة اللي خلت نادي الرجاء يطلب تأجيل لقاء السوبر الإفريقي أمام النادي الأهلي أبدأ معاكم بليحة كأس السوبر الإفريقي الذي تم اعتمدها من المكتب التنفيذي بالنسبة للبطولة القادمة بين الأهلي والرجاء المغربي وهذه الليحة هي ليحة سبتة على كأس السوبر بيتم تعديل فيها بعض البنود كل سنة إذا احتاج الأمر تعديل طبقا للظروف الصحية أو الظروف الطبية أو حتى إمكانية إقامة المباراة خارج ملعب فريق دوري أو الفاز بدوري الأبطال نبدأ مع بعض ونشوف ليحة كأس السوبر الإفريقي عندي فيها ثلاث بنود مهمة جدا هتكشف لكم ليه الاتحاد الإفريقي خد هذا القرار أول حاجة هستعرض معاكم البند رقم 12 البند رقم 12 بيقول يجب على كل فريق إرسال قائمة المكونة من 18 لعب إلى سكرتارية الكاف قبل 15 يوم على الأقل بمعنى أن الليحة سوبر البند رقم 12 خد بالكم 18 لعب هيعتبع 20 نتيجة ظروف الكورونا فالبند في مدة 18 لعب هتزيد نتيجة ظروف كورونا لكن ليه بيقول يتم إرسال القائمة قبل 15 يوم على أقل من موعد المباراة لأن الاتحاد الإفريقي عنده معاد حد أقصى لما يرسل للناديين والاتحاد المصر والاتحاد المغربي بيختاروا بمعاد المباراة لازم يرسله أو يبعث له خطاب رسمي قبل معاد المباراة ب15 يوم عشان خلال فترة الخمستاشر يوم قبل موعد المباراة يقدر كل فريق يبعت قائمته اللي هتلعب المباراة فبالتالي الخطاب الرسمي اتبعت يوم 6 ديسمبر وبالتالي المباراة يوم 22 ديسمبر فبتتكلم هنا في ظرف 16 يوم فبالتالي هو طبق الليحة الخاصة بكاس السوبر قبل 15 يوم بعد وقال للناديين المباراة يوم 22 ديسمبر وبتالي من بعد يوم 6 ديسمبر لغاية موعد المباراة كل نادي يبعث لي سكرتاري تلقاف يقول له أنا قائمتي في المباراة كذا خدوا بالكم القائمة الافريقية بتبقى 40 لاعب بس مباراة السوبر ليه قائمة 20 لاعب في المباراة اللي 20 دول بس هم اللي بياخدوا الميداليات سواء فائز أو خاسر لو فوست الأساسي بالاحتياط اللي عددك هم دول بياخدوا الميدالية مش كل اللي عابها في القائمة الافريقية عكس مسابقة دورة أبطال افريقيا عشان كده بيختار من أو بيطلب منك تبعث له القائمة اللي عتلعب المباراة طيب دي أول جزئية الجزئية التانية وهي البند رقم 6 مين صاحب تحديد مكان وتوقيت إقامة المباراة هل الأندية هل لجنة المسابقات ولا أعلى جهة في الاتحاد الافريقي البند رقم 6 في ليحة السوبر بتكشف على أن التاريخ المحدد للمباراة بتسمح للمنظمين بطباعة برنامج الحدث يعني اتحدد كل تفاصيل موعد المباراة والتجهيز والترتيبات لإقامة المباراة من خلال اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي هي وحدها اللي بتحتفظ في تحديد التوقيت ومكان استضافة كأس السوبر وبالتالي احنا هنا بنتكلم على أن الكاف اللجنة التنفيذية أو المكتب التنفيذي ليه هو الوحيد اللي لحق أن يحدد التوقيت والمكان وبالتالي المكتب التنفيذي بعد ما اعتمد التاريخ والمكان وخد موافقة على استضافة قطر للنسخة الأخيرة أرسل الخطاب الرسمي بتحديد التوقيت والمكان ملعب جاسم بن حمد وأيضا كمان المباراة 22 ديسمبر وللحق كمان لو المباراة تتنقل لأحمد بن علي ملعب نادي الريان ممكن ينقل لأن هذا حق أصيل للاتحاد الافريقي واللجنة التنفيذية من خلال ليحة كأس السوبر ولا يحق لأي نادي الاعتراض على قرارات المكتب التنفيذي طيب آخر بند معي وهو البند رقم 17 في ليحة كأس السوبر الموعيد أصبحت رسمية ونهائية طيب نفترض فيه فريق معترض سواء في الحالة اللي احنا بنتكلم فيها حاليا أو حتى بشكل عام اللايحة بتقول ايه؟ الفريق الذي يتأهل للعب كأس السوبر سواء فائز بدور الأبطال أو كأس الكونفدرالية ولكنه يرفض المشاركة فيها لن يسمح له للدفاع على لقبه القري ولا يسمح له باللعب في مسابقات الكاف لسلاث سنوات قادمة وبالتالي كمان ممكن يتم فرض حد أقصى للغرامة بتفرضها الاتحاد الافريقي على النادي وعلى الاتحاد الوطني التابع ليه النادي يعني بيبقى فيه عقوبات مغلزة إذا لم تلتزم بقرارات الاتحاد الافريقي بإقامة السوبر في المعاد والمكان اللي حددوا اللجنة التنفيذية بتوقع عقوبة على النادي وعلى الاتحاد الوطني التابع ليه النادي حتى لو كنت حامل لقب البطولة بتمنع ثلاث سنوات من المشاركة في البطولات الافريقية والدفاع عن اللقب اللي انت فوست بيه طيب أنا دلوقتي شرحت أهم ثلاث بنود في ليحة كأس السوبر إلا على أساسها الاتحاد الافريقي النهاردة أرسل خطاب لنادي أرجاء بيرفض تأجيل لقاء السوبر وبيأكد على أن المباراة في موعدها خاصة أن اللجنة المنظمة المحلية في الدوحة بدأت خلاص الترتيبات لإقامة هذه المباراة عقب نهائي كأس فيفا للعرب بحوالي أربع أيام مباشرة طيب ده الجزء الأولاني اللي شرحت فيه الكاف ليه رفض وإيه أسانيده فيه الرفض اشتركوا في القناة